اشتركوا في القناة المثمر في سبيل تنفيذ خطط وبرامج الاتحاد الاسيوي لكرة القدم الرامية الى الارتقاء بمسيرة اللعبة في القارة الاسيوية ووضح معالي شيخ سلمان بن ابراهيم آل خليفة ان الظروف الراهنة اثبتت نجاح الاتحاد الاسيوي لكرة القدم بالتعامل مع تداعيات ازمة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19 وذلك من خلال تأصيل روح الوحدة والتضامن بين افراد اسرة كرة القدم الاسيوية الى جانب تنفيذ العديد من المرامج والمبادرات التي ساعدت الاتحادات الوطنية في تجاوز آثار الاسمة ودفع جهودها التطويرية قدما نحو الامام وخلال الاجتماع شدد المكتب التنفيذي للاتحاد الاسيوي على اهمية استكمال مسابقات الاندية والمتخبات الوطنية خلال عام 2020 مثمنا تعاون الاتحادات الوطنية التي اعربت عن رغبتها في استضافة المنافسات بنظام التجمع كما قرر المكتب التنفيذي بالاعتماد على النظام الاساسي توجيه الدعوة لعقد الاجتماع الثلاثين للجمعية العموبية يوم التاسع من ديسمبر 2020 وعبر رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم عن شكره لأسرة كرة القدم الاسيوية على عملهم وعمل اتحاداتهم الوطنية